اشتركوا في القناة واذا ما وقع تشابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا ظاهرة يوم من اواخر مارس من العام 67 تسعمائة والف تقدمت الى عميد الشرطة بمدينة القنيطرة سيدة في العقد السادس من عمرها جاءت تبلغ عن شخص قالت انه يحتجز في سكناه ابنتها ذات الاثنين وعشرين ربيعا سألها العميد عن العلاقة التي تربط ابنتها بذاك الرجل قالت انها لا تربطها به اي علاقة وانما قام باستدراجها الى محل سكناه وظل يحتجزها هناك ولا يسمح لها بالخروج بدل العميد ان في الامر غموضا يتعين استجلاؤه ولذلك قرر ان يرافق المرأة التي جاءت تشتكي الى حيث يفترض ان تكون ابنتها كان مع العميد عدد من اعوانه طرق الباب من رد صوت امرأة الشرطة افتحي الباب مغلق بالمفتاح اجاب صوت الفتاة قالت المرأة المسنة ان التي ترد هي ابنتها سأل العميد الفتاة عن المكان الذي توجه اليه صاحب الشقة ردت بانه ذهب الى العمل قالت انه ممرض في احد مستوصفات القنيطرة ودلت العميد على اسمه غادر العميد قاصدا المستوصف الذي يعمل به صاحب المنزل كانت الساعة قد جاوزت الثالثة عصرا لما وصل العميد الى المستوصف يسأل عن الرجل علم من رئيسه انه تلقى اذنا بالغيال بقية النهار لقضاء مآرب له عاد العميد الى المنزل الذي يسكنه الممرض امر اعوانه بان يضرب طوقا حول البناية حتى لا يفلت الرجل المطلوب طرق العميد باب الشقة من؟ رد صوت رجل الشرطة افتح قال العميد لا لن افتح من يضمن لي انكم من الشرطة؟ كان على العميد ان يجد وسيلة لاقناع الرجل بان الامر يتعلق فعلا بالشرطة ولذلك طرق باب جيران الممرض المتمترس في شقة واطل عليه رفقة بعض رجال الشرطة المرتدين لباسهم الرسمي من نافذة الحمام المطلة على فناء العمارة تمكن الرجل من التحقق من ان الذين يطرقون بابه هم من الشرطة اطمئن وفتح الباب اخيرا دلف العميد وبعض اعوانه الى الداخل كانت المرأة الشابة تبدو ولم يمسسها سوء لم تكن تظهر عليها اثار العنف قرر العميد ان يقتاد الرجل ومعه المرأة الشابة الى المفوضية لاستجوابهما طلب ايضا من المرأة المسنة ان ترافقهم الى المفوضية هناك التحق بهم شقيق للفتاة مثل الجميع امام العميد في مكتبه الفتاة وامها وشقيقها والممرد قالت المرأة الشابة ان الرجل اغتصبها افتضها واحتجزها في منزله يومين كان يمنعها من الخروج صار الان على العميد وهو الرجل العارف بقواعد المسترة الجنائية الا يستمع للمرأة الشابة بحضور باقي الاطراف ويعلم ان ذلك لا يحق الا اذا كان الامر يتعلق بقاصر والحالة المعرضة عليه الان ليست كذلك طلب من الممرد ومن شقيق الفتاة وامها الانتظار في الخارج ها هي الان وحدها امام العميد طلب منها ان تكشف له تفاصيل الذي جرى في الشقة حيث وجدت كانت اسئلة العميد مباشرة وصريحة بدت تتهرب من الاجابة على الاسئلة بالوضوح المطلوب بدت وكأنها تحاول المراوغة كانت الشابة تحمل في يدها حقيبة كانت متمسكة بها بشكل مريب اثارت فضول العميد ودون مقدمات انتزعها من يدها وفي صمت وبهدوء تام افرغ ما في الحقيبة على مكتبه بدت الشابة مندهشة ولكنها لم تنطق بكلمة كان في جوف الحقيبة اليدوية لوازم تجميل تخص الفتاة استرع انتباه العميد دفتر صغير من تلك الدفاتر التي كان يستعملها المرضى عندما يتقدمون طلبا للعلاج في مستوصفات الصحة الامومية اخذ الدفتر وفتحه في عدة صفحات منه ملاحظات تتكرر في كل صفحة كتبت احرف بي ا ا ا ام وبمحاذاتها ثلاث علامات اكس لما سألها قالت انها تتلقى العلاج من مرض عادي في المستوصف الذي يعمل فيه الشخص الذي تقول انه اغتصبها كان العميد قبل ان يلتحق بالقنيترة قد اشتغل بمصلحة حماية الاخلاق في فاس وقتها اكتشف جذاذات تعود الى فترة الحماية وقد قاده فضوله الى البحث في شأنها فعلم انها لنسوة من بائعات الهوى كنا ملزمات بالخضوع لفحص طبي دوري يستحضر العميد معلوماته يتذكر ان علامة اكس واحدة تعني ان المرأة مصابة بمرض السيفليس من الدرجة الاولى اما وجود علامتي اكس او ثلاث علامات فهو يعني ان الاصابة متجذرة وتقتضي العلاج بالبينيسيلين المركز وهو الذي يشار اليه باحرف بي ا ا ا ام وهو الحال الذي عليه هذه الشابة الماثلة امامه احرجها لم تكن تتوقع ان يعرف العميد حقيقتها اجبرت على البوح بالمستور قالت انها مصابة بمرض من الامراض المتنقلة جنسيا بسبب احترافها البغاء ادعت ان ظروفها الاجتماعية قادتها الى ذلك كان شقيقها المعيل الوحيد للأسرة ولما نودي عليه للخدمة العسكرية لم يعد لدى أسرتها من دخل قالت انها لما عاد شقيقها من الخدمة العسكرية خشيت ان يفتضح امرها ولذلك سعت الى الايقاع بالممرض عله يتزوجها او يصير درعا تتستر وراءه في الواقع كان الممرض يحاول اغواءها كلما صادفها في المستوصف كانت تتمنع تتظاهر بالتمنع وذات يوم قررت ان تستجيب لغوايته دبرت الامر ضرب لها الممرض موعدا في المساء كانت معها صديقة لها طلبت منها ان تتقفى اثرهما حتى تعلم الوجه واذا ما لم يظهر لها اثر وحتى اذا ما سألت والدتها عنها دلتها على الشقة التي دخلتها وتم الامر كما خططت له بعد 48 ساعة كانت الشرطة تطرق باب الشقة بدل العميد ان الممرض لم يجبر الشابة على مرافقته الى منزله نادى على شقيق المرأة الشابة اطلعه على الذي توصل اليها بدى الشاب العائد من الخدمة العسكرية وقد اقتنع بالخلاصات التي افضى اليها الاستماع الى اعترافات شقيقته التمس عدم تسجيل اي شكاية ضد الممرض اخلى العميد سبيل الفتاة وعادت الى منزل اسرتها ترافقها امها وشقيقها وحده الممرض بقي في المفوضية كان شابا ينحدر من الراشدية نودي عليه فادخل مكتب العميد كان العميد مع صرامته وجده في عمله رجلا محبا للدعابة لما مثل الممرض امامه قال له ان الحجج قائمة ضده وما عليه الان الا ان يختار بين الزواج من تلك الفتاة التي تتهمه باغتصابها او ان يحاكم فيصدر عليه حكم بالسجن من خمسة الى عشرة اعوام في لحظة تخلص الشاب من خجله نظر الى العميد واقسم انه يفضل السجن على ان يتزوجها سأله العميد ان كان مصرا على موقفه قال انه مصر ولن يتراجع مهما كلفه الامر قال له العميد ما دمت مصرا على رفض الزواج منها فانصرف الى حال سبيلك ذهل الممرض لم يصدق ما سمعه تراجع الى الوراء وهو يحملق بدهشة في العميد كرر العميد اذا كنت رافضا الزواج منها فانصرف الى حال سبيلك تراجع الشاب ثم اختفى في الممر المفضي الى الشارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة